برعاية السيد رئيس أركان الجيش أقامت مجرية التخطيط وبالتعاون مع جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ورشة عمل بعنوان تحليل البيئة الاستراتيجية واتخاذ القرار الاستراتيجي عدى وتستمر الورشة لمدة يومين يشارك فيها القادة والمدراء وهيئة الركن في وزارة الدفاع برعاية وتوجيه السيد رئيس أركان الجيش المحترم عقدت اليوم ورشة التخطيط الدفاعي واتخاذ القرار الاستراتيجي هذه الورشة مخصصة للقادة والآمرون والمدراء العامون في وزارة الدفاع عن كيفية التخطيط الدفاعي وتحقيق الاهداف الرئيسية اليوم نحقق هدف تطوير الفهم الاستراتيجي لدى قادة وهيئات الركن العليا في وزارة الدفاع وسوف تستمر اليومين أهداف مختلفة لهذه الورشة ولعل أبرزها تطوير الفهم الاستراتيجي والقدر على التخطيط الدفاعي في مجال هيكلة القوى وبناء القدرات الدفاعية لدى القادة والمدراء وهيئات الركن في المستويات العليا والكوادر التدريسية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية أما في الحديث عن تطبيق الأهداف فإنه يتطلب إقامة ورشات مختلفة من أجل معرفة آلية تطبيقها بناء على توجيهات المراجع في وزارة الدفاع المحترمين تم عقد ورشة في مديرية التخطيط والقاء المحاضرة من قبل السيد مدير التخطيط المحترم حول التخطيط الاستراتيجي وتنظيم القدرات الدفاعية العسكرية للدفاع عن البلد واشترك فيها كافة القادة والآمرين من كل صنوف الجيش العراق المحترمين وتم التطرق إلى التخطيط الاستراتيجي وأساسيات التخطيط ومعوقات التخطيط وسنخرج بنتائج لتطوير القدرات العسكرية العراقية في المستقبل إن شاء الله كرار ربيعي إعلام وزارة الدفاع